درم لي أنا ولا مليون زي ولا مليون وأتجنن من جملة كبتتقال والواحد بقى قد يضحك ارجعوا بقى الحلقات وهاتوا بقى الحاجات اللي فيها الأصول اللي احنا تعلمناها عيب يا جماعة على ما نقول على النادي الأهلي كرسي وشمسية ولا مش عارف اسكالوب ولا جنينة ولا بتاعيب لأن احنا مش كده احنا محترمين ومن حق عضو النادي الأهلي يقعد في نادي محترم الكل ساهم اللي النادي الأهلي يظهر بالشكل ده صح ولا مس صح النهاء كانوا بيقول لك وعضو التاريق ناس كتير فاتلاقي النهارده لا الكرسي والشمسية مهمة جدا عشان حاجة تطاليك باسم النادي الأهلي الكبير التاريخ عشان لما تدخل الله لما كنا بنقول كده كنا بننافق والنهارده انت تقولوا كده مفروض نقول لكم شابوه ده كلام فالناس وعية وفهمة فده جزئية مهمة جدا اللي يطلع يلتزم بالقيم اللي نعرفها الحقيقية ماشي ده مهم جدا 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 مش قعد خبط ورزع خبط ورزع خبط ورزع خبط ورزع ما هو الناس بتروح النادي أنا بروح النادي عارف اللي حصل فيه قبل وبعد عارف واللي بيروح النادي خلني أقول لكم على جملة جميلة جدا ما عليش أنا ايه ما بسيبش حاجة للصدفة الواحد هو بيتابع كابتن حسن حمدي تعب أيوة تعب وأنا بحبه جدا وللأمانة تاريخ كبير جدا 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 جوا النادي الأهل هي دي الحقيق والراجل ده عمل شغل محترم للأمانة وقبلها الكابتن صالح كارزمة كرارات انضباط التزام كل حاجة كويس قبلهم الفريق مرتجي قبلهم كمان بعد الفريق مرتجي كابتن عبد صالح عادي كله رؤساء قندية كل جاي عشان يطور ويخدم وشفنا الحوار حتى الحوار ده ما سلمناش منه لأن النواياهم خبيثة حاولوا يوقعوا في الموضوع ده ما قلناش أي حاجة فيه غير تاريخ الفريق مرتجي والواحد كان فخور هو داخل النادي ناس عملين حلقات من دي تاني عايزين يشوف شفت ولادي الفريق مرتجي عامليني ازاي قالك جاي بينهم عشان يعبوهم وانتخابات أقول لكم على حاجة أنا قبلت المنسخار المرتجي صديق ليا جدا 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 ومستحيل معا ما حد قال وكنا مع بعض في اليابان أكتر من مرة وسافر معنا رئيس بعز عادي جدا هدعي فرق ما بيننا لما تقولوا الكلام ده وبالحضن وكان بقالي مدة كبيرة ما شفتوش عادي جدا فأنا باستغرب باستغرب من الوضع الحالي اللي انت تروح ظهوري في العلامة عشان أقول برنامجي هعمل ايه مش عشان نشتم بعض هنا هتلاقيت راح جايت تاني بأنصروا يردوا عليه بقيت هو ده السخونة اللي شغالة مش مننا احنا هو فيه اعلامي عامل ده برضو والناس فهم لكن ابتكلم على المعسكرين انت هنا بتعمل ده ليه ليه ما هو زي ما ده اللي معاك هيقول لك انت بطل وشفت الحوار عامل ازاي ده بص درب تحت الحزام كان مخلص ده هتلاقي الناحية التانية مش طيقك ومش حبك وعايز يجيب حقه هيروح بقى السوشيال ميديا اللي هيعرفه يروح لفيديو وبقينة فخناه ودي نصيحة لوجه الله الحاجة الاخيرة كلمتوكو عشان تعرفوا التسلسل الجميل اللي انا رصده وكاتبه قدامي قبل ما ادخل على الهوى لان بشوف حاجة لطيفة وزريفة يا جمهور الاهل يا محترم يا اعضاء الجمعية العمومية محترمين التسلسل الجميل ده اللي انا جهزته ممكن فاتني حاجة ولا حكتل لكن مش مشكلة ابتدينا بسم الله الرحمن الرحيم هحكيها حدوتة سريعة وجميلة مش هتاخد معايا ديقتين لان انا حفظها لان انا من زمان اوي في البرنامج هنا وكان بيعجبكو حاجات كتير لكن فجأة عشان مش عاجب البعض بقى شدي وحش لما الحقيقة اللي هي المفروض تزال لحضراتكو عشان تاخدوا قراركو بقى شدي وحش مش مشكلة لكن تعالوا نحكي الحدوتة الجميلة كان يا مكان يا سعد يا اكرام على مدار الثلاث سنين الاخيرة او الاربع سنين الاخيرة حاولنا نعمل امور غريبة مش متعودين عليها حاولنا اللي احنا نقف جنب ندينا ونقول الحق اللي تعلمناه من ايام الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب داخل قناة النادي الاهلي التزمنا بالقواعد طول الوقت وبذكر حضراتكو وذكر نفسي بواقعة شهيرة داخل قناة النادي الاهلي منو الجزيء اتعرض للنجد من الكابتن عصام عبد المنع مو دا كان حقه منو الجزيء جات له حالة من الغضب الشديدة جدا 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 داخل اوتوبيس الفريق واحنا راجعين من السفر لان جاله تليفونات وتقال له كده عن طريق المترجم بتاعه القناة قناة النادي الاهلي شكرت الكابتن عصام عبد المنع عشان دي قناة نادي لا يصح الا الصحيح ام ايه الله يرحمه الكابتن محمود بكر يجي بعدها بان معروف دمه خفيف الله يرحمه واحد من الشخصات المحترمة اللي ليهم تاريخ كبير جدا سواء في الادارة او في التعليق بيهاجم او مش بيهاجم بدمه الخفيف في داعب محمد ناجي جده جده غضب حصل زعل مش الكابتن محمود بكر من قناة من قناة النادي الاهلي ام ايه نيجي بقى الجديد نهاجم رئيس النادي عادي وننتقده عادي وبقى دي الديموقراطية هتبقى سنة غير حميدة عشان بكرة ما نعرفش مين جاي حدا هيتعمل كده وحتبقى الاجيال اللي جاي واخده على كده هي دي الحقيقة ام ايه نروح للجديد نخلص القصص الغريبة والعجيبة نطلع بلايحة استرشادية كلنا ما كناش عاملين كده مع بعض تحت ما ظلت الاهلي مشي غلط والاهلي مشي صح الاهلي مشي غلط الاهلي مشي صح لا يوم ولا يومين لا ده احنا احنا تلت فروع الاهلي ما بقاش تلاتة يا شارع صالح سليم ام ايه نطلع بعدها بشركة ميسكو 134 مليون جنيه الحق ده الفلوس بتروح الحق القضية الحق خلاص ده بقى قرار نهاية الحق الاهلي لازم يدفع كل ده بلح ام ايه تطلع بالقرار الجديد شركة اللبس بعدها يلا وزع اطلع من صلة التحرير اللي احنا قلنا عليها من اسابيع وزع على هنا وزع على هنا يطلع دربة واحدة خلاص رجالة كله تمام ظهرت في بعض الصحف الدربة واحدة ام ايه تطلع على قناة النادي الاهلي مش حيادية وقناة الاهلي بتشتم الحق ده سبت الحق ده بتقول الفاظ الحق ده منتمية الحق قناة الاهلي بتخرج عن الاصول عن مبادئها وعن قيمها من اول يوم اللي قامت فيه من اول يوم قناة النادي الاهلي ما كانش فيه الكلام ده بيحصل امال انا حكيته من شوية ده كان ايه هو لما يبقى واحد موظف جوا القناة عادي يمشي ولا انت متعقد معاه اللي هو يبقى محلل كان نجم كبير زي كابتن عصام عبد المنعم واحد من اولاد انه كان عادي ولما رئيس النادي الاهلي ده مش عادي مش عارف انا اعتقد مش دي القيم ودي مش ده اللي احنا ومش ده محبت الاهلي تمام تروح لامور غريبة وعجيبة تدخل قناة النادي الاهلي وبقى التسلسل خليكم فاكرين ومش عايزة بعد بحث رشادية شركة ميسك بعد كده قناة الاهلي ده خن التجمع الخامس ده مش توقيتها ده شغل انتخابات ومش عارف ايه نروح احنا نبتدي نتكلم عشان تجمع الخامس ده مشروع من ثلاث سنين ونص دي حاجة للنادي الاهلي وحاجة لكيان النادي الاهلي مش بتاعت حد ولا بتاعت المواندس محمود طاهر ولا بتاعت اي حد لا بتاعت النادي الاهلي هي دي الحقيقة فهم ام ايه تطلع الستاد الستاد ده من ايام اللي مش عارف ايه بقاله ثلاث سنين طب اضرب الدربة الجديدة ما فيش حاجة اسمها استاد ده الشركتين شركة اسمها سكسيكا في جامعة الدول عاملة قوضة وصالة ضحكت علينا وجاء تعمل لنا استاد مش فاهل تروح بعد كده تلاقي مش عارف ايه تخد خلص الاستاد الاهلي بيتباع ده الجديد الحق الاهلي بيتباع نجيب سويرس داخل النادي الاهلي ومجموعة من رجال الاعمال بيبيعوا الاهلي توتا توتا لسه ما خلصتش الحدوتة لان لسه في ازواء الانتخابات هتلاقوا تلات اربع ايام اللي جاية هتلاقوا نفس اللي انتو بتشوفوه كل يوم طيب وبعدين ايه بقى لما اليوم يبقى جزاء وفاضينه وبتاع نرجع اللحل استرشادية من تاني طب شركة ميسك ده مش عارف ايه لو حضرتكوا تصدقوا الكلام ده صدقوا انا اهلاوي زي زيكم وفي يوم الايام الشارة كانت هنا واشتغلنا باخلاص ودور يبقى مخلص معاكم هو مش ده السيناريو اللي حضرتكوا شفتوه يوم بعد يوم في برنامج وفي موقع وفي صحيفة وعلى السوشيال ميديا عايزين تسدقوا مش عايزين تشغلوا دماغك وما تشغلوش لكن انا اهلاوي زي زيكم بخاف على النادي الاهلي زي زيكم بل انتو اكتر مني باحترمكوا جدا جدا بس بقولكوا فكروا ما تسمعوش لده اسمعوا اللي فيه انتخابات حقيقية داخل النادي الاهلي فيها مجموعتين محترمين جدا 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 في المجتمع واي حد فيهم قادر على قيادة سفينة النادي الاهلي ده فيه غلط ما فيهوش غلط لكن بقولكوا فكروا طول الوقت ما تسيبوش الاعلام المغرد يضحك عليكم عشان كل واحد يحقق مصالحه والكل ده حيبقى على حساب النادي الاهلي بس والنبي ما تنسوش تسجله اللي انا سجلته عندي بقاله شهور والسيناريو الغريب العجيب الاهلي لا يباع ولا يشترى طول مجمهيره العظيمة موجودة طول مولاده موجودين طول مرموزه موجودين اللي منهم الكابتن محمود الخطيب واللي منهم المنس محمود طار واللي منهم الكابتن حسن حمدي واللي في دار اثارهم موجودة مش هتسمح بالعبس اللي بيحصل لكو فده الامانة تقتدي اللي انا اقول لحضراتكو الاهلي لا يباع ولا يشترى بس عندنا امور مهمة جدا هتشوفوها بعد شوية ما تروحوش اي مكان الصندوق اللي سود اللي انتو بتحبوه رصدين حاجات جميلة عشان تعرفوا الامور بتدار ازاي نروح نشوف او فاصل اعلاني سريع بعد كده نرجع لحضراتكو اشتركوا في القناة